صباح الخير والله يعطيكم ألف حافظ وصباحكم دايماً منور ومشرق زي اليوم حون في أتوى لأننا سفرة قريبة إن شاء الله لها سبع مدن حول القارة التنتين اللي حوالينا أنيوي السفرة رح تكون طويلة شوية فيمكن أنا أتأخر عليكم بعض الفيديوهات أعذروني بس سألوني كتير عن شو الطريقة اللي أنا بشتري فيها التيكت وكيف بجيب أسعار رخيصة طبعاً في كتير مواقع بتحكي لك شو الطريقة والتريكس والشغلات هاي لكن يعني من خبرة بدي أحكي لكم عن اللي صار بيصير معاي في الخبرة أول شغلة لازم تكون فليكسبل في التواريخ اللي أنت مسافرها فإذا أنت محدد تاريخ معين يعني بدك هذا اليوم وهاي الساعة لا تتوقع إنه يكون في عندك كتير ديلز ثانياً بدك تحاول تتصيد الديلز كيف تتصيد الديلز في شركات طيران تعطي ديلز مخصصة في أوقات مخصصة مثال اليوم الوطني للدولة هاي أو عيد الاستقلال أو مثلاً عشرين سنة على هذا الطيران أو أربعين سنة على تأسيس هذا الطيران فهذه الأوقات بدك تدور عليها اللو سيزن دائماً طبعاً أسعار تختلف عن هاي السيزن يعني هذا إشي معروف وأتوقع تبديه لكن المشكلة اللي بتصير إنه وين بتعمل سيرش وكيف بتعمل سيرش خاصة اللي بيشتغلوا أونلاين هلا الاجنت اللي انتم ممكن تروحوا عليهم وتسألوهم يمكن يعطوكوا ديلز بس أحياناً بشوف إنه الانلاينز ديلز بتكون دائماً أحسن من الديلز اللي موجودة على مع الاجنت الاجنت له فوائد إنه بدكش الهدك هو بسوي لك كل إشي وإذا صار عندك تغيير أو إشي هو بسوي لك الموضيع هاي الانلاين دائماً بتكون يعني less flexible لكن إذا انت محدد وعارف أنا بشتري أحياناً عن طريق كريدت كارد فيها إنشورنس إذا صار أي تغيير أي مشكلة الإنشورنس هذا cover me سو يعني هذه أمور هنحكي فيها خلينا الآن نشوف بالفيديو كيف ممكن نحجز نفس التيكت عن طريق عن طريق تلت مواقع وكل موقع يعطينا سعر توتلي مختلف لا والصدمة هتشوفوها في آخر الفيديو خليكم معنا طبعاً هون إنتوا شايفين إنه إحنا داخلين على الموقع المتخفي بتدخلوا عليه عن طريق هذا بالكروم بتدخلوا شايفين وين هذا الكبسي تكبسوا عليها بطلع لكل متصفح المتخفي بتكتبوا الآن الموقع اللي بتكون تبحثوا عنه أنا حبعث على في عدة مواقع بدي أشوف مثلاً إكسبيديا بدي أحط تذكرة من نحكي مونتريال لعمان مثال اوكي اخترنا تاريخ شوفوا التاريخ نفسه 20 وحن نختار نفس 20 شخص واحد بتنتبو هون العدد والأعمار إذا بتكون عندكو صغار وبتعمل سيرج سيمبل عنديزي بديش أعمل هلأ سيرج عشان تعمل مع بعض السيرج دخلت على موقع ثاني اللي هو فلايت هاب فلايت هاب من مواقع المشهورة ورخيصة الأسف خدماته مش كتير بس موقع رخيص يعني إذا ما عندك مشاكل في الحجز نفس الأماكن من مونتريال بديش تو ويز عشان نشوف السعر 20 الشهر شخص واحد اوكي والآن شوفوا شو بدي نسوي بدنا نعمل سيرج وبنفس الوقت سيرج على الإكسبيديا اوكي طلعتنا عدة نتائج زي ما انتو شايفين هون أنا بدي أعمل نو ستوب عشان أشوف الطيارة نفسها طلعت لي الملكية الأردنية قديش السير يا حبايبي 1300 ونيف اوكي طيب هلأ نروع على الفلايت هاب مبلغ اوكي شوفوا الفلايت هاب طلعت لي النون ستوب نفس الطيارة الملكية 963 دولار يعني فرق حوالي 350 دولار طيب اوكي هلأ بدأ ورجيكو صدمة يعني بدأ ورجيكو طريقة شوفوا نفس الطيارة ونفس الوقت ونفس الرحلة لكن إكسبيديا للأسف عم تأخذ 350 دولار عمولة لها هذا غير اللي ما اخذها فلايت هاب اوكي دورجيكو طريقة لسه أرخص من هاي الطريقتين الآن بنروح على كياك هذا الطريق هذا موقع بيساعدك في البحث في عدة مواقع اوكي بدنا طيران شوفنا فلايت نفس المكان فلايت شايفينا فوق وان وي ببحث بكل هاي المواقع اجيما من مونتريال لعب مان ليش احنا اخترنا هذاك المتصفة الخافية لانه ما بيحفظ كوكيز لما ما بيحفظ كوكيز ما بعطيك بريفرنس بيضلوا دايما ياخد الفحث الحالي اما عادة لما يحفظ كوكيز طلعوا فلايت هاب 900 وقديش يا جماعة فلايت هاب 914 نفس الموقع اللي كان غاد بس لانه عن طريق خياك اعطاني ارخص اعطاني ارخص ب50 دولار فشايفين الصدمة يعني البحث عن التذاكر لازم تكون ذكي يعني هاي ادخل عليه على الفلايت هاب نفسه شوفوا هون قديش اللي حجزناه عن طريق الكياك هذا اذا بدك تاخد تأمين انشورنس اذا ما بدنا التأمين شايفين 900 وقديش 13 يعني فرق 50 دولار عن نفس الفلايت هاب اللي عن طريق الموقع الفلايت هاب يعني بدون ما تأخذ ري دايركت من موقع ثاني فاللي مبين عندي هون انه افضل موقع يكون انك تبحث فيه كياك لانه كياك بعطيك عدة نتائج طبعا حور جيكم الان مشكلة شايفين كيف يعني بستينات يعني اشي مبلغ اذا انتو شايفين طبعا في عدة مواقع في فير كامبير وفي سكاي زون كلها بتعمل تقريبا نفس السيرتش زي كياك اعمل على اكتر من واحد خاصة اللي بيعملوا كامبير للفلايت يعني بيعملوا لك كامبير من مواقع لموقع اخر هذا بدأ وارجيكم فيه شغلة حلا حيطينا نفس الاسعار هذا زي كياك عم بعمل شايفين فوق في الزاوية عم بعمل الان سيرش على عدة مواقع هذا المواقع اللي بعمل عليها طبعا هون ورجانا الملكية 914 برضو على فلايت هب يعني نفس شوفوا هون شوفوا شوفوا المواقع تحت هذه الصدمة لاحظوا انه نفس التذكرة على مواقع مختلفة بأسعار مختلفة نفس التذكرة واذا معك مصاري روح على اخر وحدة واذا حابب توفر فلوس احجز من اول وحدة هذا fair compare موقع رائع عشان سعر تذكرة على كل المواقع الموجودة على الانترنت يعطيكم العافية طبعا هلا وارجيكم صورة نفس التذكرة يعني ما تغيرت بس فدايما دوره كويس شايفين هاي المواقع ويعطيكم ألف عافية سبسكرايب لايك كومنت وشير